في مواجهة التضخم تواصل البنوك المركزية حول العالم تشديد سياستها النقضية ومعها يتواصل الترقب في أسواق المال العالمية التي شهدت خسائر كبيرة خلال الجلسات الأخيرة توقعات المحللين تشير إلى أن أسواق الأسهم العالمية ستواصل نصف الأموال في الأيام المقبلة مع تواصل عملية البيع المكثفة من قبل المستثمرين الذين ينتقلون إلى أصول أكثر أمانا مثل الذهاب التوقعات تلك مبنية على أداء برصات العالم خلال الأسبوع الماضي وخاصة الأمريكية التي أنهت تعاملات الأسبوع على خسائر كبيرة وسجل مؤشر ناسدك المجمع أدنى إغلاق له منذ عام 2020 محققا خامس خسارة أسبوعية على التوالي وهي أطول سلسلة خسائر منذ الربع الرابع من عام 2012 كما سجل مؤشر ستانرد أمبورز 500 خسارته الأسبوعية الخامسة على التوالي وهي أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ الربع الثاني من عام 2011 إلا أن اللافت أن مؤشر أسعار الطاقة يستمر وحده في الارتفاع في ظل الغبوط الجماعي للقطاعة الرئيسة فقد تراجعت 9 من أصل 11 قطاعا رئيسا لمؤشر ستانرد أمبورز في حين ظل مؤشر أسعار الطاقة مرتفعا بنسبة 2.9% في ظل ارتفاع أسعار النفط الخسائر لحقت بالمؤشرات عقب يوم واحد من إعلان البنك المركزي الأمريكي عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 22 عاما عند 15% وسط مخاوف من أن المركزي لن يتمكن من مكافحة التضخم كما هو مخطط حيث هناك ضغوط تضخمية خارجة عن سيطرة المركزي ستغير من خططه وتدفع باتجاه رفع الفائدة بأكثر من المتوقع يتوقع كثير من المتداولين ارتفاعا في الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في يونيو على الرغم من تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيرون باول بأن نسبة زيادة الفائدة عند 75% ليست على طاولة البحث ومع أن البيانات الاقتصادية الأمريكية ما زالت تحمل بعض التفاؤل إلا أن المستثمرين عاشوا حالة من الخوف من مستقبل غير واضح لأكبر اقتصاد في العالم مع ترجيح الاقتصاديين والمحليين بأن ركودا سيحدث في الأفق عاجلا أم آجلا